أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا ويعقد المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات من 2 لأربعة نوفمبر الشهر الحالي لهذا العام وسيعقد في الأردن العام الماضي رقم 25 كان في تونس السنة في الأردن ما التحضيرات لعقد هذا المؤتمر من المشاركين شرح يضيف للمكتبات وارتياد المكتبات وللقراءة وللكتب هذا ما سيحدثنا في الدكتور عمر جرادات نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات أهلا وسهلا فيك دكتور عمر صباح الخير صباح الخير يا مرحبا أسعد الله صباحك دكتور عمر يا مرحبا أخمت شامك بكل مزاقية دكتور عمر اسم كبير لهذا المؤتمر كما تحدثت في استعراض الفقرات المؤتمر يعنى بإعلم أو عمال المعرفة وحبتنا إذا تحدثنا عن عمال المعرفة في مرادفات أخرى إذا تحدثنا عن عامل الزراعة عامل الإنشاءات عامل الوطن كل مبدع باختصاصه ومجاله لكن عامل المعرفة أكيد راح يفسره ويترجمه الدكتور عمر من خلال الحديث عن المؤتمر وعن عمال المعرفة إن شاء الله صباح الخير أول شي أبدأ أقول صباح الخير لضيف الأردن ضيف أبا الحسين جاءونا من جميع الأقطار العربية وهناك بعض الدول الصديقة الأجنبية تقريبا حوالي عشرين دولة عربية وأجنبية يزيد العدد عن أربعمائة واحد صارنا ثلاث أيام شغالين باستقبال هذه الوفود اليوم إن شاء الله ساعة تسعة ونص سيفتتح هذا المؤتمر تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأفخم أتمنى لضيوفنا في الأردن طيب الإقامة في هذا البلد نعم صحيح أكم دولة مشاركة في هذا المؤتمر؟ نعم شاركين 16 دولة عربية وأربعة دول أجنبية الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والهند سيقعد في عمان سيقعد في عمان في فندق اللاند مارك على مدار ثلاث أيام إن شاء الله سنناقش 45 ورقة علمية وعلى مدار هذه الثلاث أيام سيكون عندنا قاعتين كل قاعة فيها جلسة عندنا تقريبا عشر جلسات علمية رئيسية وثلاث جلسات هذه خاصة بحدثنا بها لمدة ساعة خبراء في مجال معرفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والوطن العربي جميل جدا كما تحدثت مشاركة محلية وعربية ودولية نعم الجلسات العلمية ماذا الاستفادة الحقيقية من الخبرات المعرفية من خلال الدول التي استعرضت بعضها دكتور عمر من خلال تبادل الخبرات والبناء على ما هو معرفة متقدمة نعم أخي مجحن تعرف أن الغرب هم تطوروا بشكل كبير جدا فارق صار عندنا فجوة معرفية ما بين الغرب والبلاد العربية هؤلاء الخبراء الجايين عندنا من من الخارج لديهم باع طويل في عملية تطوير المعلومات حتى أصبحت إلى نقطة مهمة جدا اللي هي المعرفة وأيضا تطورت المعرفة إلى أن أصبحت شيء عندنا اسمه الحكمة وإذا عدنا إلى القرآن الكريم والحديث النبو الشريف رأس الحكمة هي مخافة الله أعلى درجات العلم هي الحكمة الآن من يتق الله هم أولي الألباب أي أصحاب العقول جميل هؤلاء الآن الفترة الزمنية لو الفجوة المعرفية بيننا وبين دول الغرب تقريبا حوالي خمسين سنة أو ستين سنة بالستينات أو بالاربعينات كانت شبكة الإنترنت موجودة عندهم ونحن ما عندنا أي شيء بالتسعينات بداية التسعينات أصبحت عندنا شبكة الإنترنت يعني خنقل متاحة بشكل جزئي والآن تطورت بشكل كبير جدا لكن نحن اختصاصي المعلومات في البلاد العربية لا نعلم ماذا هم يعملون الآن نحن نجيبهم على أساس أنه نستفيد من خبراتهم نطبق ما طبقوا هم في بلادهم على أساس أنه نصل إلى درجة عالية من المعرفة ومن الحكمة وين نحن وصلنا الآن بالكتب والآن صار فيه المكتبات الإلكترونية نعم يفي عليها إقبال وهل هذا بلغي القراءة باستخدام الكتابة الطريقة التقليدية للقراءة إذا لاحظنا الأيام هذه وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر والواتس أب في العالم العربي بالذات أصبح يضغى على الكتاب لكن في أوروبا وفي اليابان لا الكتاب موجود يعني شوفهم على درجة توازن ما بين الكتاب وما بين التكنولوجيا نحن لا تحولنا إلى تكنولوجيا ونحن لا نعرف أي شيء نشتغل يعني تلاقي عفوا واحد ماشي بالشارع وماسك الهاتف الهاتف وشغال وماشي هو بالشاف هل إذا يقرأ يعني من خلال يعني جميل إذا يقرأ نعم بس نحن عندنا وقت عندنا وقت المفروض نستغله نستغله بشيء يعني يفيد البلد وفيد المجتمع نحن نستخدم هذه التطورات التكنولوجية بطريقة خاطئة للأسف يعني نتحدث ولدها لبعض لأنه دائما أحبتنا اللازمة اللي بتحدث عنها التعميم بالمطلق خاطئ الآن المعرفة دكتور عمر في معرفة فطرية ومعرفة تكتسب بالخبرات والحياء العملية إذا تحدثنا عن المعرفة الفطرية نتحدث عن الذهاب إلى المدرسة ومن ثم إلى الجامعة اللي هو الاكتساب المعرفة عن طريق الدراسة صحيح الآن المعرفة المكتسبة هي من خلال الحياء العملية والخبرات والانفتاح للآخر وقبول الآخر والاطلاع على تجارب الآخر أكيد رح تجزدوا الجلسات العلمية من خلال سيدي إحنا عندنا مجموعة من المحاور اللي إحنا أطلقناها قبل أن يبدأ المؤتمر طبعا إحنا أعلننا عن المؤتمر ببداية شهر اثنين حتى أنجزنا هذا المؤتمر محاور عديدة بدينا ركز على محورين عمال المعرفة وكيف تطوير عمال المعرفة من خلال التدريب من خلال التأهيل الدراسة المؤتمرات الندوات اللي إحنا قاعدين نعقدها في الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات لو نظرنا إلى كلمة عمال المعرفة كما أنت أشرت قبل قليل في عندنا عمال وطن عندنا عمال حرفيين عندنا مختلف العمال الموجودة لكن نحن في مجال عمال المعرفة من هو عامل المعرفة هو المبدع هو المبتكر هو المنتج طيب من هو عمال المعرفة عمال المعرفة مجموعة أو منظومة الطبيب هو عامل المعرفة محلل النظم هو عامل المعرفة المهندس هو محلل المعرفة لكن من هو المحور الرئيسي نحن وأقصائي المعلومات نحن نقوم باستقاء واستيراد هذه المعلومات الموجودة عبر قواعد البيانات المتشرة ونقوم بعملية التنظيم وماذا يريد الإعلامي مثلا الأخ مجحيم والأخ نسرين ماذا تريد اليوم حلقته عن يوم جديد نحن نقوم بإعطاه المعلومات الكاملة عن هذه الحلقة هذه اليوم الطبيب ماذا ما هو آخر تطورات الطب ما هي آخر نوع فأنا بجهز هذه المعلومات وبنظمها وبعطيها بقولوا تفضل بس سواء يعني خانع المعرفة للمطلقية بمعنى آخر قاعدة بيانات يعني نتحدث عن قاعدة بيانات واضحة الشاكيد واخ مجحيم الآن يعني هي أصبحت عملية تجارية يعني المعرفة والمعلومات أصبح لها سوق وهذا السوق هو سوق منتج يعني بشكل كبير جدا هذه الشركات والمكتبات العالمية أصبحت تسوق المنتجات عبر الإنترنت وإحنا قاعدين ندفع ملايين الدولارات حتى نحصل على المعلومات الموجودة في إنحاء العالم وبدي أشير إلى نقطة زمان إذا بدنا نحصل على معلومة كنا نستنى عبر البريد ويعني شهرين ثلاثة تصل معلومة أو الفاكس أو بتلاقي المعلومة انتهى دورها خاص في مجال العلوم والتكنولوجيا لكن في الوقت الحاضر أنا الآن جهازك بيدك بدك معلومة معينة مباشرة كطيبي أثناء إجراء عملية معينة بقدر أطول هذه المعلومات وأطبق خلال مريض وبصرعة قياسية بس هذه أيضا مقابلها أنه أنت بدك تدفع فلوس أو دولار حتى تحصل على هذه المعلومات على هذه المعلومات بس فلوس يعني صارت ولا رمزية بس أنت تنتج يعني هي عملية نعم هي عملية دائرية أنا أنتج معلومة أنت تأخذ هذه المعلومة وتنتج غير هذه المعلومة بتزود المعلومة وأنا بزودك هي تبادل يعني هي نقطة مهمة جدا من أنواع المعرفة عندي معرفة ضمنية وعرفة صريحة المعرفة الصريحة الآن نحن نبث هذا البرنامج الجمهور الآن بتفرج علينا ويأخذ المعلومات الموجودة عندنا لكن ما هو الآن يفكر عمر جردات أو مجحم أو نسرين بالمعلومات الموجودة في عقله مش معروفة لكن عندما تخرج هذه المعلومة للمشاهدين الآن أصبحت صريحة مش ضمنية غير محتكرة نحن نطلق عليها غير محتكرة متاحة تصبح المعلومة متاحة للجميع نعم وهذه هي ترتبط بعملية الإنتاج والتملك أنا ممكن أتملك هذه المعلومة وممكن أبيع هذه المعلومة هذا بقودنا لمنظومة التشريعات بالملكية الفكرية نعم هذا فيها إشكال كبير جدا وأتمنى أن يكون في ضبط إيقاع لموضوع الملكية الفكرية من خلال التشريعات الناظمة يا دكتور والله نقول في الأردن لدينا المكتب الوطنية جميل وفي العالم هناك أنظم وتشريعات حول حقوق الملكية الفكرية لكن نحن نواجه مشكلة كبيرة في الوقت الحاضر مع تطور تكنولوجيا أصبح الإنسياب المعلومات الموجود عن نت بشكل كبير فأنا أستطيع أن أخذ المعلومة حتى التصاميم نعم متصاميم سرقة الأشعار يعني صعب أنك تسيطر عليها أو ترجعها لأصلها نعم نحن نتعامل مع مصادر معلومات قد تكون مصادر معلومات ورقية قد تكون مصادر معلومات إلكترونية قد تكون على السيدي أغاني مثل ما قلت مثلا تصاميم تصاميم معينة هندسية هذه الأمور يعني الآن هي متاحة للجميع نعم إتاحة المصادر الآن أنا بقدر أضبطها في شيء ما يسمى بقواعد البيانات لكن لغاية الآن نحن مش قادرين نضبط هذا العملية بالشكل في العالم بالشكل ممتاز الانسياب المعلومة طبعا طيب معلش نعم في يعني حابة أبس أرجع للمؤتمر يعني فيه ترتيب معين أن يكون علىها مش المؤتمر مثلا فيه رحلة سياحية آه هذا أحسنتي هذا في عندنا معرض أول شيء لقواعد البيانات الموجودة وأنا بدي أحيي في عندنا قاعدة بيانات معرفة وهي أردنية لديها خلنقول أهلها في المعلومات الموجودة المتاحة عبر الإنترنت هذه يعني منتج أردني شيء جميل جدا أمانت عمان رح تتحفنا اليوم الساعة السابعة بفلكلور أردني حتى نقدم للأخوان العرب نقول لهم هذه الأغاني هي من الفلكلور الأردني هذه طبعا بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية وأمانة عمان الكبرى جميل جدا الآن في نشاطات لا منهجية نجاز الحديث بمعنى آخر جولات سياحية في عندنا إن شاء الله بكرة بكرة إحنا حاطين للوفد زيارة بعض المناطق على برقش وعلى جلعاد وهناك من يرغب بالبترة أمس يعني ضيوفنا نزلوا من الطيارة حطوا ملابسهم في الفندق وطلعوا على البترة هذا دليل على أن أيضا هذا المؤتمر هو ليس مؤتمر علمي فقط وإنما مؤتمر سياحي أنا أشكر الجهات الحكومية على هذا ما يطلق عليه السياحة العلمية السياحة العلمية وهي معرفة وهي معرفة فالجهات الحكومية الداعمة لهذا المؤتمر كان لها دور بتسهيل وزارة الخارجية وزارة الداخلية الإقامة والحدود يعني كانوا عاملين معنا بشكل كبير جدا جامعة البلقاء التطبيقية ونحن هنا نتحدث عن التطبيق وهذه الجامعة الفتية لها مجالات واسعة في المعرفة كغيرها من الجامعات الأردنية الموجودة جميل يعني منتمنى لكم كل التوفيق الآن دكتور ستتوجه مباشرة للفندق للإفتتاح للتحضير للإفتتاح بعد شوي اللي سيصير للمؤتمر زي ما قلنا السادس والعشرين للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات نحن نشكرك دكتور عمر جردات نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات وكل التوفيق لكم بالمؤتمر وأنا بدأ أشكر للتلفزيون الأردنية الذي يعني يعمل دائما لصالح المؤسسات والمواطن الأردنية هذا واجبك شكرا كبر واجبك الله أردك العافية